موسيقى 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 مساء الخير لكل المشاهدي لأو تيفي بلبنان وبكل أنحاء العالم بهالحلقة من هالستوك رح نتناول أليم العمود الفقري لدى الأولاد خلال مرحلة الدراسة مع ضيف متميز بمهنته الدكتور مارسالم كرزل دكتور بالعلاج الفيزيائي وطبعا عبر هالستوك فيكن تكونوا عم تتواصلوا معنا عبر الرقم اللي عم يظهر على الشاشة طبعا حتى إذا عندكن أي سؤال فيكن تكونوا عم تتواصلوا معنا مباشرة على الهوى برحب فيك دكتور أهلا وسهلا فيك بالأو تيفي مساء الخير لألك مادام ريتا وللمشاهدين أهلا وسهلا فيك دكتور العنوان حلو ومش حلو طبعا بس نقول أليم العمود الفقري دايما تعتبر أليم الرقبة والظهر والأكتاف مرض حقيقة ومنتشر إذ تشير الدراسات والإحصائات نسبة إصابة الشبان والشبات بأليم العمود الفقري واتراباته مرتفعة جدا وصارت منتشرة كتير وخاصة بين الصبايا والشباب اليوم إذا ما نعرف أكتر المشاهدين شو هنه أليم الظهر أو شو هنه أليم الرقبة الأكتاف والظهر للأسف مثل ما ذكرت التواقات وأوجاع العمود الفقري عند الولاد عم بتزيد وهذا الشي يمكن راجع لللايف ستايل اللي عم نعيشه استعمال التلفون كتير استعمال التابلت كتير كيف منقعد لفترات طويلة بطريقة منا مضبوطة نحمل إشياء تقيلة ما بنعمل سبور كل هؤلاء الأسباب ممكن يأثروا يعملون لنا كل هذه المشاكل والالتوقات والأوجاع نعم أكتر شي منشوف 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 إذا فينا نشوفها على الصورة سكوليوز هي إلتوا بالعمود الفكري بيصير جانبي مع روتايشن هو عادة يعني ما بنعرف شو سببه بس أكيد اللايف ستايل والأسباب اللي بدنا نحكي عنا خلال الحلقة ممكن تأثر إنه تشتط حيلة سكوليوز نعم كمان السيفوز على مالة يميل الحردبة كمان ممكن تصير من وراء الأتتتود والبات بوستشر كل الوقت قاعدين بطريقة غلط نعم كي؟ دكتر هون اللي عم نشوف بهول السورتين طبعا السكوليوز اللي عم نشوفها على ميلة الشميل هي عادة بتكون عند الأطفال يمكن ولكن هون الحردبة أكتر مثل ما ذكرت حضرتك يمكن عن الأتتتود كيف واحد بيقعد عم بيدل على الطابلت على السلولير هيدول الاثنين بيتسلحوا يعني مع التراتمان بالفيزيوترابية بيتحسن المريض نعم أكيد مع العلاج الفيزيائي بيتحسن حسب قدال الأنجل دبع الكوربير نعم يعني قدال القلتي وصير معه ممكن العلاج يكون جراحة ممكن يكون بكرسة ممكن بالعلاج الفيزيائي نعم حسب قدال شدة الالتواء نعم أكتر حالة منشوفها حاليا هي الراوندت شودرز إذا فينا نشوفها كمان هي وقت الاكتاف بيطبه لقدام بيطبه لقدام نعم هي منشوفها عند كل الولادة غلبيت الولادة عم نشوفها كتير بهالأيام نعم عم نشوفها كتير سراحة وخاصة يمكن عند الصبايا منشوفها منشوف كتير صبايا عندهم هالكتافات لطبين لقدام وهالحردة بيمكن مثل ما عم نشوف بالصورة قدا بتشوف أشخاص عندهم هيدا المشكلة دكتور وخاصة لأطفال للأسف أنه عم بيجي ولاد بأعمار كتير زيرة 8 سنين و10 سنين نعم عم بيعانوا من التواءات بالعمود الفكرة كتاف طبين وأوجاع بالرقب وبالظهر نعم هيدا ما كنا نشوفها كتير نعم ويمكن بيرجع أسبابها لكذا شغلة أساسية رح نحكي عنهم نعم عنا أول شي شنطة تقيلة شنطة المدرسية تقيلة كتير بالنسبة للولاد تاني شغلة كيف نحمل الشنطة طريقة غلط لحمل الشنطة بعدين عنا جلوس لفترات طويلة على المقعد الدراسية بطريقة غلط ونرجع ونجي على الباد كمان ونقعد على المقعد الدراسية على الطاولة طاولة لندرس لندرس كمان بطريقة غلط منزيد علي استعمال السلولر والطابلت والكمبيوتر بطريقة كمان غلط نعم يعني هولي أغلب الأسباب لألام العمود الفقري عند الأطفال اليوم دكتور كمان أوضحة المؤسسة الألمانية لعلاج جروماتيزم للأطفال من خطورة الحقيبة المدرسية التي تقيلت الوزن على صحة الأطفال طبعا حيث أوضحة المؤسسة أن الحقيبة المدرسية التي تقيلة ممكن أن تصيب الطفل بألام الدهر وفعلا يمكن اليوم كل المدارس التي تدرسها الأطفال لا يعرفوا خطورة هذا الموضوع يمكن الولاد كلهم عم يحملوا هالكتب الموجودة بالشنطة يمكن عم ننوعدوا هالأطفال أنه رح يكون فيه تابلت بالمدرسة يمكن رح يخفوا الكتب ولكن اليوم بتشوف كل طفل حامل شنطة تطلع وزنه كتير عالي وبالتالي طفل بيحملها دايما على كتف واحد كمان وبيمشي كمان أدي خطورة الموضوع أنه يحملها على كتف واحد مش على كتفين تحتى ما يصير فيه مشاكل بالعمود الفقري لأ ضروري يحملها على الكتفين ليتوزع وزن الشنطة بين الكتفين على الظهر نعم اليوم الأعراض يعني الطفل عادة بيحمل وما بتحس عليه أنه ممكن عم يشتكي من ألم أو وجع أو بيقول أنه هو موجوع شو هن الأعراض للعمود الفقري خاصة عند الأطفال يلي بيروحوا على المدرسة وعنده هالشنطة للأسف يلي كلها كتب مستفة كتب خاصة أول نهار بالمدرسة بتكون كلها مليانة كتب شو بيحس الولد يعني هل بيجي بيقول أنه هو موجوع ولا عادة كيف بلشه الأوجاء عنده الولاد عم بيقولوا أنه نحن مديقين من وزن الشنطة وعندنا وجع بالرقبة هذي ما كنا نسمعه من قبل بعدين الولد بعمر الدراسة جسمه بعده لين وطره العضلات عم تنمى العضم عم بينمى ما فينا نعرضه لأوزان كتير تقيلة تم يصير معنا مشاكل من على الصغر ونحملها كل العمر نعم وهل الوجع يعني بوقته بيحصل يعني اليوم إذا صبيه رايح على المدرسة وحملت شنطة تقيلة هل دغري بتحس بألام العمود الفقري أو بالرقبة أو بالأكتف دغري مباشرة من بعد ما تحمل الشنطة ولا مع مرور الوقت بيبلش هالوجع يبين أكتر عادة مع مرور الوقت مع كل يوم وريوم عم نحمل شنطة تقيلة عم نحملها بطريقة غلط ولكن إذا شنهار الولاد حملها بطريقة غلط وبرق حاله ممكن يعمل وجع بالرقبة ولا بالظهر من وراء هيدا الحملية الغلط نعم وهل الأوجاع محددة بمنطقة معينة بالعمود الفقري ولا كل العمود الفقري مع العضلات اللي حوالي هن بيكونوا مؤثرين بهيدا الموضوع ممكن الرقبة ممكن وسط الظهر ممكن أسفل الظهر ما فينا نعرف ما فينا نعرف حسب حسب وين بتجي أكتر مطرح يمكن تقيلة أو الولاد كمان بيعمل تيراي ما فيها يعني بيمسك بطريقة يمكن سريع على الشنطة ممكن يعمل كمان أوجاع بالظهر اليوم يمكن كتار من المشاهدين بيحبوا يسألوا شو هي المواصفات الأساسية والسليمة للشنطة المدرسية يعني اليوم يمكن المدارس بيعرفوا أنه قدال شنطة المدرسية بس تكون ملاني قدال يمكن خطورتها على أوجاع الطفل ولكن مثاليا الشنطة المدرسية كيف لازم تكون مكونة وما تضر الولاد نروح على المحل لنشتري الشنطة أكتر شي العالم بهمها البراند والولاد بهمهم شو لونة شو البرسوناج اللي محتوطين عليها كثير منيح ولكن في مواصفات أساسية لازم ننتبه تكون موجودة بالشنطة مثل ما عمشوف على الصورة أول شي مسكة الشنطة بتكون عريضة ومبطنة لبس يحملها الولاد يكون مرتاح فيها لازم يكون إلى 2 سنتورات مبطنين عراض عرضوا ما بقل عن 6 سنتيمتر لبس يحمل على كتافه ما تزعج الكتاف وعضلات الكتاف والرقبة ظهر للشنطة كمان يكون مبطن لما يلكتوا بيزعجوا ظهر الولد يصيروا عم بيعقروا مقصمة لبس نحط الكتب بقلبها تكون شنطة متوازنة وصابتة نعم ما لازم يكون فياجية بكتير لأنه إذا كان فياجية بكتير الولد بيصير عنده حشرية يعبي قصص ما قلع عازمة يصير عم يزيد وزن الشنطة بالزيادة نعم وأهم شي بالشنطة بدأ تكون عقياس الولد أنا هيدا المعلومة لازم نقول على صوت عائلة لأنه أنا بشوف بالمدرسة مع ولادي ولادي كتير صغار شنطتهم أكبر منهم ما بيجوز هيدا الشي شو بيأثر على الطفل بيصير عب فيها هذه الشنطة إذا فاضية وكبيرة بتصير أتقل وبيصير عب فيها زيادة بيصير مضطر يحمل وزن الزيادة نعم من هيك تازم عرضها للشنطة من فوق بدأ يكون على عرض كتاف الولد وطولة للشنطة بدأ يكون من الرقبة من الكتاف لأسفل الظهر مش أكتر مش أكتر كمان دكتور مكرزي لأجينا سؤال تحت الهوى من المشاهدين كمان هيدا السؤال بيقول شو هو الوزن المثالي للشنطة المدرسية وكيف فينا نرتبها أو نوضبها الوزن المثالي المعتمد عالميا هو 10% من وزن الولد يعني ولد وزنه 30 كيلو الشنطة لازم تكون 3 كيلو رح نستغرب لأنه منا موجودة هيدا طبعا ما بتجوز دايما عم بيكون الوزن دوبل وطريبل عن الوزن المطلوب من هيك دازم نجرب نلاقي حلول أكتر شي حل أنا برأيي أنه المعلمة بالمدرسة تساعد الأولاد يضبوا الكتب والدفاتر اللي عايزينهم يليسوا فيهم بالبيت مش يحملوا كل الكتب والدفاتر اللي ما عايزينهم نخليهم بالطبقة بالمدرسة ولكن هيدا الشي ما عم يتطبق أكيد ما عم يتطبق دايما عم نعلم الصوت أنه بليس ساعدوا الولاد يضبوا كتبهم والدفاتر حسب الأجندا لتكون الشنطة مقبولة ما تكون كتير تقيلة وكيف الطريقة نعلم الولد يضب شنطه هو كمان الكتب الكبير صوب الظهر من وراء الكتب الصغير والدفاتر صغير من قدام بطريقة مرتبة إذا منشوف الشنطة هون علمالة الشمال شنطة مرتبة نعم الكتب الكبيرة من وراء الدفاتر الصغيرة من قدام العلمال ثمين مفاش كلا حاطت فيها كل الأصص عم بزيد وزنها بدون ما نعرف نعم يعني دائما هيدا الموضوع يمكن كتار من الأمهات طبعا ومن التلاميذ يمكن ما بينتبهوا لهيدا الموضوع ولكن له أهمية كتير كبيرة حتى من ترتيب الشنطة لحتى يخففوا من ألام العمود الفقري كمان سؤال من المشاهدين كمان تحت الهوى دكتور مكرزل بيسألوك أنه حضرتك قلت أنه الشنطة لازم تنحمل بطريقة سليمة عم تسأل سيدة عن ابنة بعمر 12 سنة كيف لازم يحمل الشنطة يعني هل في طريقة معينة يحملها كيف وضعية الظهر وعم يشئلها لا يحملها يحط على على ظهره يمكن كثير من المشاهدين بفكروا أنه هول القصص بيخة ولكن فعلا قدام همين بالطب وخاصة بالعلاج الفيزيائي لأن حضرتكم تعرفوا يمكن الطريقة كيف واحد عم يشئل الشغلة في طريقة سليمة لحتى ما يوصل لألام بالعمود الفقري وألام بالأكتاف وطبعا ألام بالرقبة بتسألك السيدة كيف لازم تنشال الشنطة المدرسية من قبل ولدة مثل حيالا غرض بدي يشيله عن الأرض ما لازم انحني برقبتي وضهري لقدام لازم خلي رقبتي وضهري جالسين وقطعج بإجرية أحمل الغرض إذا بدنا كمان فينا نشوفه على الشاشة نحمل الشنطة نعم لا ما راح عم نحكي عن الشنطة نحملها نحن وطعجين إجرينا ومنطلع بالإجران منشد عضلات الإجران منسبة ركابنا ومنطلع نعم هيدا هي الطريقة سليمة نعم عشما يلي كيف نحنى بيضهروا ليشيل الشنطة عن الأرض على اليمين الطريقة الصحيحة أنه عم بيطعج بركابه رأتوا وضهروا جالسين كتير مهم هيدا الموضوع يمكن المشاهدين اللي عم بيشوفوا هيدا الحلقة طبعا بيقولوا أنه يمكن طفل من أطفالهم بيحمل الشنطة مثل ما عم يحملها هون بالطريقة الغلط ولكن يمكن تكرار هالشغلة اللي بتصير مع الطفل هيدا أكيد بتوصله لألام بالعمود الفقري يعني داي مهم أنه كل شخص يلتزم بهالوضعية حتى شو ما بده يجيب من الأرض لازم يلتزم بهالوضعية لحتى ما يصير عنده ألام أو تشنجات بعضلات الظهر صحيح مرة على مرة الولد عم بيحمل الشنطة بطريقة غلاطة ده تروماتيسم يومي على العمود الفقري ده أقوله وبيصير يبلش بعدين نتائجه وبعدين يبينوا معه بعدين وبيبينوا على صغر مثل ما قلنا يعني بأعمار 28-20 عم يصير معهم أو جاة بالرقب والظهر مثل ما منعلم الولد من هو صغير كيف يفرش سنانه لازم نعلمه كيف يحمل شنته ويهتم بشنته ويخفف ويعتني بالعمود الفقري ده أقوله لا ينمى بطريقة صحيحة وما يصير عنا إصابات من نحن وصغر ونحملها لبعدين دكتور مكرزل قبل ما نوصل للسؤال التالي اليوم إذا كل طفل أو طفلة عندها سكوليوز عندها التواء بالعمود الفقري هل لازم تحمل شنته مدرسيه حتى إذا فيها وزن ولا لأفضل أنه ما تحمل على ظهره حسب أديه شدة سكوليوز وأديه الأوجاع اللي صايرة معها كلها نسبية أوكي إذا خفيفة وعملت علاج فيزيائي وتحسنت ما بيأثر ما بيأثر منعلمها بهوض الطريقة صحيحة كيف تحمل الشنته ما بيأثر عليها بس نشوف هولي شنت طبعا بسوق عم بيكون في كتير شنت بتنحط على الظهر وشنت إلى دوليب بتتكرج نعم تشوف الطفل عم بيكرج هالشنته ومبسوط فيها عادة أي شنته صحية أكتر هل هي الشنته يلي بتنوضع على الظهر بها الطريقة أو الشنته يلي بتتكرج وفيها طفل أو الطفل يحطوا فيه قد ما بدوا وزن ويكرجوها لأ أكيد هيدا الشنته اللي إليها سنتوران على الاكتفان بدنا نحملها نعم وبدنا نشد السنتوران متل ما نبين بالصورة على مات اليمين لتصير الشنته ملتسأ مزبوط بالظهر غريب دارش كأنه بلاقي مع ولاد تلميذ بيحطوا الشنطة وبيرخوا السنتورات بيصير الشنطة عم تشد لوراهم بيشد فيها لقدام ماشي على الطريقة رطوار وطابب كله لقدام مثل ما عم نشوف بهذه الصورة مثل ما عم نشوف بالصورة على مات شمال فعلا نشوف كثير تلميذ هيك بيكونوا ماشيين لأنه بيكونوا مرخيين كثير الأشاطي اللي موجود هون ومنشوفهم بهذه الوضعية هذه الوضعية يعني خطرة للتلميذ لازم يكون شادد على اكتفاته ومثبتها كتير منيح وحتى وضعية ظهره هون جالسة أكتر من هونيك مستقيمة مستقيمة ما نحافظ على طول وضعية الرقبة والظهر مستقيم نعم بالنسبة للحقيقة بالدوليب لزكارتيا ما لنا عملية أبدا لأنه هي أصلا مع الشاسي والدوليب اللي فيها هي وزنة فاضي أتقل بلاس إذا عندي دراج بدي أطلع دراج بالمدرسة ولا بالبيت بدي أطر أحمله بإيد وحدة على مالي وحدة ما فيه حط على الكافة وهذا الشي غلط لأنه الوزن بيزيد إذا حملته بإيد من مالي وحدة من هيك منا عملية أبدا لأنه كلنا عنا دراج ما حدا طبعا وخاصة بلبنان كل المدارس بيعتمدوا للدراج وما بيخلوا تلميز للأسف أنه يطلعوا بالأسانسور إلا اللي عنده كأكسبسيونال طبعا مشان هيك كمان يعني هالشانتات مع الدوليب يمكن بيشوفوها شكلة كتير حلو بينبسطوا بشكلة أنه عم بيكرجوها ولكن كمان هي مضرة جدا للعمود الفقري وطبعا للأكتف وللرقبة دكتور مكرز الأكيد مكملين معك بهالحديث الشيق ولكن هيك لحن نرتاح شوية صغيرة وناخد أول بريك بحلقتنا مشاهدينا رح نتوقف مع أول بريك نترونا راجعين رجعنا معكم مشاهدينا بهالحلقة من هالسوك اللي عم تتناول طبعا أليم العمود الفقري لدى الأطفال خلال السنة الدراسية رجعنا معك دكتور مكرز بس نقول سنة دراسية أو دراسة طبعا دايما بنربط أنه التلميس رح يقعد على مقاعد الدراسة لفترة طويلة اليوم حضرتك شو بتقول عن هالقاعدة الطويلة لفترة طويلة يعني عم بيقضي تقريبا كل نهار التلميس بالمدرسة قاعد على هالمقعد قدي هيدا شي كمان ممكن يسبب له أليم كمان بالعمود الفقري غير قصة حمل الشنطة وخاصة أنه يمكن كتار من التلميس بيقعده بوضعية خاطئة جدا شو فينا نقول عن القاعدة بحد ذاتها يلي عم بتطويل كتير بالمدرسة وقدي كمان أثار الجانبية على ألام العمود الفقري الأكتاف والرقبة عند التلميس كمان القاعدة لفترات طويلة بطريقة غلط هي من أسباب التوقات وأوجاع العمود الفقري عند الولاد بالمدرسة عم بيقعده حوالي ست ساعات على المقعد التقليدي اللي هو من خشب منه مريح كتير وبالبيت بيجوا على البيت بدون يدرسوا كمان عم بيقعده فترة كذا ساعة لا يدرسوا من زيدة عليهم استعمال التابلت والسلولر كمان لفترات لكذا ساعة بالنهار يعني صار الولاد عم بيقعد بالفعل كل نهار قاعد كل نهار قاعد فعلا ما في حركة وخاصة هيدا الجيل يعني بتحسوا ما عنده ابدا اي شجاعة اذا بدنا نقول حتى يعمل حركة بالعكس بيحب يدر القاعد بيحب كل شي يوصلوا بين ايدي كون قاعد ومرتاح وكلهم يقعدوا بوضعية خاطئة جدا يعني انا بشوف كتير تلميز بيقعدين حتى على اللابتوب او على الايباد او على الموبايل بيكونوا قاعدين جمعتين بيقولوا اكتفاتي رقبتي عمتوا جاني بيصيروا حركوا رقبتهم ادي صعب هيدا الموضوع ادي بتشوفوا كمان بالعيادة دكتور مكرزل صحيح من هون لازم الاهلي يكونوا كتير منتبهين لها الموضوع بالبيت والاسات زي المعلمات بالمدرسة كمان يزم يكونوا منتبهين للموضوع لازم هن يعرفوا الشيء اللي عم نحكيها اللي يطلعوا عليه وهن كمان يرجدوا التلميذ وقعدين بالمدرسة كيف يقعدوا صح يعني التلميذ كل الوقت قعد غلط حرام بدوا يتأثر العمود الفكري عنده ويعمل مشكلة منه الزي العمود الفكري يا التوا يا وجع وبالبيت كمان الاهل لازم ينتبهوا ويتعلموا كيف وولادهم لازم يقعدوا بطريقة مظبوطة لانتجنب يصير عنا هالمشاكل كلها طبعا اليوم دكتور مكرز الحقيب المدرسية اللي هي اول سبب لوجع الظهر وجع الكتاف ووجع الرقبة عند التلميذ وطبعا كمان الجلوس على مقاعد الدراس لفترات طويلة ومنرجع على البيت كمان بيقعد هالتلميذ كل هال أسباب أسباب تانية ممكن تزيد من حدوث ألام بالعمود الفقري أو بالرقبة خاصة بهيدا العمر اكيد مثل ما انا لكن عندنا الحقيقة المدرسية التقيلة طريقة الغلط بحملة عندنا الجلوس لفترات طويلة على المقاعد الدراسي وهلأ نشوف بالتفاصيل عن هالموضوع عندنا استعمال الكمبيوتر أو التابلت أو السلولر بوضعية غلط كمان لفترات طويلة نعم كلهم هؤلاء أسباب ممكن كمان يزيدوا من ألام على عمود الفقري في سؤال من المشاهدين طبعا كمان تحت الهواء بتسألك دكتور مكرزل مثل ما فيه بالمدارس دايما نورس بتكون أو ممردة بتكون موجودة بالمدرسة لما بيعتمدوا كل المدارس طبعا أنه يكون كمان فيه أخصائي بالعلاج الفيزيائي لحتى يعطي كل هالإرشادات لتلميز كمان حتى ما يصير فيه عندهم مشاكل وخاصة أنه يمكن كل التلميز أو أغلبيتهم بيتشكوا من وجع ضهر وجع مفاصل يمكن وجع رقبة لما بيكون فيه موجود بكل مدرسة كمان أخصائي بالعلاج الفيزيائي أنا بأي فكرتي كتير حلوة هلا ما ضروري يكون متواجد كل يوم بس يكون متواجد ليعمل هالدورات التوعية بقلب المدرسة للأساتذة والولاد نعم لازم يكون فيه حدا مختص بالمدارس طبعا لحتى يمكن كل هالتبسي اللي حضرتك عم تعطيهم كثير من الأمهات أو من الأهالي أو حتى من التلميز لو أخدوهم يمكن ما بيطبقوهم هيك إذا كان فيه كنترول عليهم وفيه متابعة ومثابرة أكيد بتكون أفضل النتيجة عند هالتلميز صحيح صحيح دكتور كمانا بنعرف نحنا أنه يمكن أبرز الألامي اللي بتصير بالعمود الفقري أو بالاكتفات أو بالرقبة بنسمع بيقولوا أنه عندكم ضعف بهالعضلات اللي هن حوالى العمود الفقري حوالى الرقبة نعم هيدا الشيء صحيح أنه دايماً بيكون عندنا ضعف بالعضلات لحتى كمانا يصير عندنا وجع أوقات إيه أوقات لا لأنه نحنا بس يكون عندنا مثلاً لنحكي عن الـ كتاف الطابين أنا بروح على النادة تشوف كتير ناس شباب عمر 16-17 عضلات قوية بذات الوقت كتافهم طابين يعني المشكل مش بالعضلات قوية ولا مش قوية بالبوستور اللي عم بيخدها خلال كل النهار هالبات بوستور اللي عم بيستعملها كل النهار عم تخلي يكون بهالأتتود أنه طابب يكتافه بس عضلات قوية بغير حالات عم بيجون أولاد بيكونوا صغار أم صفايا أكتر شي بيكونوا دلوا عين ما بيعملوا رياضة ما بيعملوا سبور كتافهم عاشتين هوني منلاحظ أنه إيه في مشكل بالعضلات لأنه ما بيعملوا رياضة على طول قاعدين خمولين ما بيعملوا شي العضلات عم تكونوا ضعيفة عم تطار بالعلاج من أول عضلات خصوص العضلات ده بعد الظهر من وراي اللي بتجلس الظهر نعم بذات الوقت نعمل سريتش وتليين للعضلات الأمامية لأنه مغطى لأنه بتكون صارت إصرانة هالمفروض على كل تلميز بيروح على المدرسة يعمل رياضة طبعا غير الرياضة اللي موجودة بالمدرسة اللي بيكون في حصص للرياضة ولكن اليوم هل كل تلميز لازم يعمل رياضة أول شي لتقوية عضلاته طبعا عضلات الظهر عضلات الرقبة ويدل محافظ وبالتالي يكون عنده لايقة بدنية لأنه يمكن اليوم تلميز وبتشوف يمكن من أولادك كمان بيتحججوا أنه عنده ندرس وما عنده هالقوة أو هالشجاعة أنه يروح على سبار بيقولوا أنه هلأ مش وقت سبار قدي دكتور مكرز لحضرتك كأخصائي ودكتور بالعلاج الفيزيائي قدي بتشجع التلميز على الرياضة وخاصة تلميزي اللي بيدرسوا واللي بيقعدوا فترات طويلة على مقاعد الدراسة يقدمهم للايقتهم ولا تقوية عضلاتهم مثل ما قلنا تلميز بعمر صغير جسمهم عم ينمى لا ينمى بطريقة سليمة وبصحة جيدة لازم يعمل الرياضة لا يقوي على عضلاته ولا يكون البستور ده بقوله منيحة من هو وزير من هيك مننصح يعمل سبار مثل ما نبين الصورة الرياضة اللي بيحبها الولد ما فينا نحنا نقل عمولها ولا معمولها فوتبول سباحة بسكتبول اللي بيحبها اللي بيحب أي رياضة بيمارسها نعم بسعى القليلة مرتين لثلاث مرات بالأسبوع نعم على القليلة لحتى ياخد المفعول اللازم من الرياضة كمان سؤال من المشاهدين دكتور مكرزل في كمانة سيدة بتسألك أنه ابن عمره 13 سنة بتسألك إذا فيه يفوت على الجيم يعمل سبار لأنه هي عم تسمع أنه ممكن السبار بعمره ما يخلي يصير عنده نمو بالطول هل هالشي صحيح ولا كل ولد بهذا العمر فيه يفوت على الجيم ولكن ما يحمل أسئال أتقال كتير هيا ها بالتحديد يحمل أسئال لا لا يكون اكتمل النمو ده بقوله بس فيه عم الحياة لرياضة بيحبها غير الجيم وغير الأوزان غير الجيم وغير الأوزان نعم اليوم كمان دكتور هل فيه توصيات معينة بتوسف فيها للتخفيف من الألم للتقليل من تشنوجات العضلات اللي بتصير عند التلميز يعني نحن بالنهاية اليوم هالبروغرام دايما لخدمة المشاهدين لحتى نوعي وننشر التوعي عند المشاهدين ويمكن السؤال يلي نسأل أنه لازم يكون فيزيوترابوت موجود بالمدرسة كمان حل كتير حلو لحتى نخفف من ألم هالتلميز وخاصة يمكن كتار من التلميز ما بيعبروا عن ألمهم اليوم شو هنه أكتر إذا بدنا نقول الطرق للوقاية من ألم العمود الفقري خاصة عند هالتلميز يلي بيحملوا أوزان كتير تقيلة من جراء الحقيبة المدرسية كل هالنصايح والإرشادات اللي حكينا فيها بهالحلقة لازم الأهل يكونوا وعيين عليها يحكوا مع أولادهم إذا متضيقين من الشنطة شنطة تقيلة دغري من لاحظ أنه شنطة تقيلة أنا مثلا مساعد أولادي بيحمل الشنطة من السيارة للمدرسة من المدرسة للسيارة لخفف شوية عبق عنهم لأنه هيدا بروغرامنا شنطة تقيلة كتب كتير بروغرام سو شارجة سو شارجة كيف نضوب بالشنطة بطريقة صحيحة مثل ما حكينا تنخفف وزن قد ما فينا وكيف نحمل على الأرض كيف نحط على كتافنا كل هود النصايح اللي حكيناه هون لازم نتبعون نعم دكتور مكرزل عم نشوف بهذه الصورة ممارسة بعد التمارين الملينة عادة شو لازم يعمل يعني تليين الرقبة نبرم يمين شمال نبرم روتاسيون كلها شو لازم ينعمل هون بها الصورة هون ياريت الأسازة الرياضة بالمدرسة بيشددوا على هود الأمور أنه يكون عندنا لياقة بيضانية ويكون عندنا ليوني بجسمنا من هيك فيه تمارين للرقبة تمارين للكتاف السوبلسمان وتمارين ستريتشينج كما يكون فيه تمارين طقوية عضلات نعم يعني كل التمارين اللي هي لازم يكرميل دل هالعضل ملين متل ما عم نشوف هون كبيرنا يلي الأشخاص بالجيم عادة بيحموا متل ما بيقولوا بها الطريقة وبينهوا بها الطريقة كل السباري اللي عم يعملوه كمان كتير مهم يمكن ما منشوف بالمدارس كمان دكتور مكرزل صفوف لليون البدنية أو اللياء البدنية لأنه الستريتشينج كتير مهم للعضل يعني بتحس اليوم إذا رحت على الجيم واشتركت بهيدا الجيم وكان عندك صف من الستريتشينج قدي بتحس هالعضلات فعلا عنده الليوني مرة على مرة قدي حلو كمان بالمدارس يدخلوا هيك نوع من الرياضة لحتى كمان يمكن يخففوا من ألام هالتلاميذ وخاصة ألام الكتف الرقبة وأكتر شيء لضهري اللي بتصير أكيد الأساتذة الرياضة بالمدارس عم بيكونوا ناس بينفورمي نعم وعندهم شهداتهم منقلهم يركزوا أدمى فيهم على البوستور دبع الأولاد وعلى لياءة الرياءة البدنية والاهتمام العمود الفكري عند الأولاد قد ما بيقدروا بالرياضة اللي بيعملوها دكتور مكرزل اليوم أكتر السيدات اللي عم بيشوفونا أو الأهالي عبر شاشة الأوتيغي طبعا يمكن همون الوحيد إذا اليوم ابنون أو بنتون صار عندهم ألام بالعمود الفكري أو وجع بحيالة مطرح من الجسم خاصة بالعضلات تغري بيفكروا بالترات معه يمكن ولاد عمره 13 أو 14 بيطروا أنه يعطوا حبوب ممكن تلين العضل أو ترخي العضل هلها شيء مسموح بعمرهم أو شو هنه أبرز طرق العلاج لهالتلميز اللي عندهم أوجاع بهالمنطقة اللي حكينا عنها بعمر صغير ما مضطرين نعطي أدوية للولاد نتوجه عند المعالج الفيزيائي بتنحل بجلسة وجلستان نعمل من لين العضلات من قوم العبود الفكري ومنعطي كل هذه النصايح منعطي تمارين للولد مناسبة لأله حسب شو عنده مشاكل منعطيه تمارين مناسبة لأله نعم يعني كل طفل عنده حركات أو إجزرسيسات معينة مناسبة لأله لأنه حسب الوجع وين بيكون محدد أكتر اليوم إذا بدك تتوجه هيك لمدرسة ولادك اليوم تقللون كلمة للمدارس كلها الكاتوليكية والرسمية شو هنه أبرز الإرشادات يلي لازم يتبعوها لنخفف أول شي من عبق الشنطة المدرسية لأنه أكتار من التلميز بيعطلوا همه قد يبدون يحمله وفعلا بتكون كتير تقيلة وحضرتك ذكرت أنه أنت بتشيل شنطة أولادك شو هنه الإرشادات اللازم نوصلها للمدارس لحتى يسمعوا أكتر أنه هالشنطة ما لازم هالقد تكون سور شجاعة على الأولاد وبالتالي نخفف من حدوث ألم بها المناطق يلي حكينا عنها كل الإرشادات والنصايح يلي حكيناها بهذه الحلقة لازم ناخدها بعين الاعتبار ولازم يكون مثل ما قلت فكرة كتير حلوية يكون في فيزيوترابوت أنا ولا حدا غيري عم بيعمل حملات توعية بقلب المدرسة يبرم على الولاد بقلب الصف يشوف كيف قادين كيف وزن الشنطة عم بيكون نعلم الأساتزة كمان كيف يساعدوا الولاد يضبوا شنطة تكون خفيفة ما يحملوا كل الكتب والدفاتر على البيت وكمان الأهل نجمع الأهل نعملهم كمان دورات تدريبية كيف يساعدوا أولادهم بالبيت ما يصير عندهم أوجاع وألام يعني إن شاء الله أنه نوصل لهذه المرحلة مع المدارس طبعا لأنه نسمع كتير أنه رح يصير فيه آيباد بيحملوه للتلميز ورح يخففه من عبق الشنطة المدرسية ولكن كل سنة وعود وعود ولكن ترجع الشنطة مثل ما هي مع التقلي اللي فيها مع الكتب واللأسف طبعا بهذه الظروف الصعبة اللي عم نعيشها في لبنان ظروف التأرجح حل في حرب ولا ما في حرب كمان التلميز عم يضطر يجيب كل الدفاتر والكتب على البيت لا إذا صار شي يكون معه كل كتبه ودفاتره بالبيت دكتور مكرزي كمان كتب بدي أسعلك سؤال كتير مهم هل الأطفال اللي عمرهم صغار بالعمر يعني يمكن بيكونوا بتيت سكسيون وموين سكسيون أو بالفاز بريمير قدامهم إنه يكون الصف حواليهم أو منشوفهم أوقات بيطلعوا ثلاثة طوابق أو أربعة طوابق وحملينها الشنطة قد هيدا الشي كمان مأزلة للتلميز هيدا نقطة كتير مهمة لازم إدارة المدرسة بس توزع لصفوف أول السنة يحطوا الولاد الصغار بالطوابق السفلية ما يحطوا الصغار بالطوابق الثالث طابق ورابع طابق بدي يحمل شنطة تقيلة على الدرج أربعة طوابق هيدا النقطة كتير مهمة يخدوها بعين الاعتبار بس يوزعوا صفوف بالمدرسة ما عم تتطبق للأسف يعني منشوف كتير ولاد صغار بالعمر عم يحملوا الشنطة وعم يطلعوا دراج يعني أوقات بيكون رابع طابق أو خامس طابق للأسف وتشوف التلميز هو يطالع يعني حتى القلبك يعني بيلوى عليه مثل ما بيقولوا دكتور مكرزل نحنا مكملين معك طبعا ولكن هيك رح نريحك شوي صغيرة ونريح شوي المشاهدين مش كتير رح نتوقف مع بريك تاني مشاهدينا بريك صغير انترونا راجعين ما تروحوا لمطرح جانا ماكن مشاهدينا بالمحور الأخير من بروجرام هيلستوك دايما عبر شاشية الأو تي في جانا لك دكتور مكرزل بعد فيه سؤال طبعا محيرنا شوي قد وضعية التلميز بالصف لازم تكون سليمة كيف لازم يقعد عادة على المقعدة الدراسة لأن ما نشوف كتير التلميز يمكن طبين لقدام أو بيحطوا إيدهم على الطاولة وبالتالي بيكون فيه هيك مدى بين رقبتهم ودهرهم كيف بتصير الأمور وكيف لازم يقعد التلميز به على مقعدة الدراسة أصمت الوضعية أنا لوضعيتين وضعية الإصغاء بوضعية الإصغاء المبينة هل على الشاشة نعم المعلمة عم تشرح هو عم بيسمع شو عم تشرح على اللوح أوكي نعم بيقعد كعب ظهره أسفل الظهر ملتسق بالمقعد لورا بالمقعد كتاف وجالسين رقبته جالسة نعم ونحنا هون عم نحكي عن المقعد التقليدي الخشبية اللي ما بيتحرك لأنه أغلبية المقعد بالمدارس هيك نعم إذا منشوف مال تشمال التلميز من حيني بيضهروا ورقبته كله لقدام نعم لقدام إذا بديقعد هيك خمس لست ساعات بالمدرسة بلشت الأوجاع وبلشت طلعت الصرخة نعم أوكي الثاني وضعية بالصورة اللي بعدها هي وضعية الكتابة مضطر التلميز لها بس بديو يكتب كمان إلى وضعية معينة بديقرب قعدته على طرف الكرسي لقدام ليصير يطال الطولة ليضر رقبته وظهره جالسين أوكي لأنه إذا ضل قعد لورا على المقعد الخشب من ورا بديو يضطر يقرب براسه ويطوي بظهره ليطال الطولة مثل ما بيان هون على الشاشة عملت شمال كيف طابب كله سواه ظهره منحنة عملت ياميلة قرب على طرف المقعد لقدام لصارت رقبته وظهره جالسين نعم قدام هم هالوضعية أنه يلتجل فيها كل تلميز نعم هلأ في حال المقعد متحرك يعني يقعد على كرسي ساعتها هون بنقعد على الكرسي مثل ما قاعدين كنا الظهر ملتصق على كعب الكرسي من ورا الرقب الجالسي والكتاف جالسين منقرب الكرسي على الطولة لنصير قراب على الطولة وساعتها منكتب ومنشتغل درسنا على الطولة بطريقة عمود الفكرة جالس هان وضعية بنا نعملها هي زيتها بالبيت مش بس بالمدرسة يعني الأهل بدين تبهوا على أولادهم أنه كمان بالبيت أنا وعم بالدروس بدين يكون قاعد جالس على الكرسي قرب الكرسي على الطولة ويكون كتاف جالسين كواعي كلهم على الطولة لقيين ورقبتي وراسي جالسين هلأ ممكن سؤال ينطرح أنه طب أنا كيف بعرف أي كرسي وأي طولة نقل لأولاده إذا بديش تريلهم أوكي لا أعرف الطولة القياسات المناسبة لأولاده بدي أخذ القياسات بوقف الأبن بوقف ابني الكرسي بدي يكون ارتفاع على مستوى الركب طولة بدي يكون ارتفاع على مستوى الوراك الساعتها هون بتكون مناسبة لأله لطوله من هيك أفضل بس اشتري الكرسي والطولة اشتريهم يبي يتحركوا طبع أضطر كلمة طولة وكلمة تغير حجمهم للولاد تغيرهم هيك بصير عليهم ووطيهم قد ما بدي حسب طوله للولاد دائم هم هذا الموضوع أنه كل الأهلي ينتبهوا على وقته بدون يشتروا طولة أو كرسي لأولادهم كمان لأنه عم بيقضوا وقت طويل بالبيت على الدراسة دكتور مكرزل نحنا اليوم جبنا تلميذ معنا أكيد أنه جهله تحية كتير كبيرة أسعد وهيب أندراوس أكيد بدي إله يتفضل معنا على الستوديو نحنا بالصراحة زننا له الشنطة نعم تحتى نشوف لأن حضرتك ذكرت أنه لازم تكون الشنطة وزنة مكسيم ومعشرة بالمية من وزنه أدي طلعت مصوار أسعد مصوار كيفك؟ ماشي الحال؟ ماشي الحال كيف المدرسة؟ ماشي الحال الشنطة تقيلة؟ كتير نعم شنطة تقيلة وكتفه طابين أسعد بدون ينتبهي من هلأ أو يبالش ينتبهي طبعا ولا يبالش أوجاع هلأ تنوجع شي؟ عندك شي أوجاع؟ مش دايماً بس أنه بس أحملها أي أو قاتل مش دايماً يعني فيه أوجاع نعم أكيد فيه أوجاع هلأ رح نشوف أكيد وزن الشنطة أنا وياك والمشاهدين نعم نعم حتى الشنطة لحالة أسعد نعم شفنا وزن الشنطة 11.3 كم نعم أسعد شيل الشنطة مل معروف وزن حالك على الميزان نعم كمان هيدا وزنه لأسعد 76.5 كيلو يعني أديه طلع وزن الشنطة دكتور بالنسبة أديه طلع وزن 11 كيلو ما هيك نعم إذا 10% لازم يكون وزنه من وزنه هو نعم أديه وزنه طلع 76.5 كيلو نعم أكيد أنا نشكره لأسعد لحضوره معنا منقدر كتير حضوره نتمنى له دايما النجاح بالمدرسة لأله ورفقاته وينتبهوا على كل التبس اللي حضرتك أكيد عطيته بالبرنامج بروفيسور دكتور بدي أسألك عن ألام العمود الفقري هالنصايح والإرشادات اللي حضرتك عملتها وعرفت أنه توزعت على المدارس طبعا الكاتوليكية إذا اليوم بتخبرنا شوي عن عن هيدا الكتاب شو بيتضمن بقلبه وشو نحكى فيه هيدا الكتاب انطبع بالألفان وعشرة ونعمل حملة توعية مع الأمان العامل للمدارس الكاتوليكية في لبنان بوقتها نعم وتوزع على كتير من المدارس بيتضمن كل هالإرشادات والنصايح اللي حكينا عنها بهذه الحلقة نعم وانا بحس أنه لازم كل المدارس وكل الأهل والتلميذ يكون معهم يا هيدا الكتاب ونحنا حاضرين المدرسية اللي بتطلب لحملة توعية نحنا حاضرين أنا حاضر نعم منوزع الكتاب ومنعمل حلقات توعية براتيك بقلب المدرسة بقلب الصفوف وهيدا شيء كتير مهم أنه يصير وكمانا شفنا هون بالأمانة العامة للمدارس الكاتوليكية طبعا كمانا الأب مروان طيبت كمانا من وجهله تحية كتير كبيرة صار مطران هلأ أكيد من وجهله تحية كتير كبيرة على كل الجهود اللي بقموا فيها كمانا تجاه المدارس الكاتوليكية كتير مهم هيدا الكتاب طبعا ما ذكرت حضرتك أنه ينعمل سيسيونات لحتى كل تلميز تكون ويعي على هذا الموضوع والأهالي طبعا دكتور مكرزل هيك كلمة أخيرة للمشاهدين اللي عم بيشوفوك عبر شاشة الو تي في شو معقول هيك توجه لهم رسالة للأمهات للأهالي ولا تلميز شو بتقلهم صحة ولادنا أولوية من هيك لازم نعتني بصحة من هنا وصغار وننتبه لكل هالمعلومات اللي حكينا عنها لينما العمود الفكري والعضلات بطريقة صحيحة وما نعرض لأطفالنا من هني وصغار لألتواقات وتشوهات وألام من ننزل صغر ويحملوها كل العمر نعم دكتور مكرزل سؤال خطر ببالي سريعا هل الطفل اللي عنده حردب أو طابب شوية لقدام لازم يستعمل هيدا لإشارة اللي منشوفه على السوشال ميديا بيروب طولة يجلس كتافه ولا هيدا الشي مدر جدا لأله وقت الولد قادر يجلس منقل له جلس قادر يجلس معناتها هيدا أتتود مانا سركتورال يعني مش سابت يعني هيدا أبيتود درجة قادر يجلس منعلمه نحنا بالعلاج الفيزيائي تمارين ومنعلمه تبس كيف يجلس كل الوقت وبيمشي حاله نعم دكتور مارسالم كارزل دكتور بالعلاج الفيزيائي طبعا أنا باسمي وباسم الـ OTV وباسم هالستوك طبعا بنا نشكرك على حضورك معنا اليوم على المعلومات القيمة اللي زوتنا فيها طبعا أكيد كل الأهالي اللي بيلتزموا بهالتبس والإرشدات اللي حضرتك ذكرتها طبعا منخفف كتير من ألام تلميز عم بيروحوا كل يوم على المدرسة وللأسف عم يتشكوا من هالألام إن كانوا صغار ولا أكبار بالعمر ونحن أكيد إن شاء الله بنشوفك قريبا بكل المدارس طبعا عم تنشر هالتوعية بالنسبة لهيدا الموضوع وهالكتاية بنشوفه بين إيدان كل تلميز وكل الأهالي اللي حتى نخفف من المشاكل اللي عم بتصير خاصة بالعمود الفقري مثل ما ذكرت شغلي كتير مهمة الصحة هي أهم شي وصحة الولاد هي أهم شي بحياتنا أنا بدي أشكرك عن جديد وكمان بدي أتمنى لك النجاح الدايم والتقلق وإن شاء الله أكيد نستقبلك بحلقات تانية بموضيع كمان بتهم التلميز أو موضيع تانية بتهم كمان الكبار بالعمر أهلا وسهلا فيك وأنا بشكرك وبشكر الأوتيفية أهلا وسهلا فيك مشاهدينا للأسف نحنا وصلنا على نهاية حلقتنا الليلة من هالستوك ولكن دايما نوعاتكم عبر شاشة الأوتيفي أنه حلقات مميزة جدا رح تكون نطرتكم من هالبروغرامي اللي هو هدفه الأساسي نشر التوعية طبعا وبالتالي بس ننشر التوعية حول الصحة طبعا الصحة رح تكون كتير منيحة مش بس صحة الفرد ولكن صحة المجتمع بأكمله أكيد مشاهدين أنا بشوفكن جمعة الجي بزات الموعد طبعا مع موضوع جديد وضيف جديد من هلق لوقتها ألا معاكن بحبكن